إلا ومنجرح ومنبطل نفهم مع بعض ونسمع نبعد ومنكسر ومنجرد ننسى ومنحلف إنه مش ممكن نرجع وما منترك مطرح إلا ومنجرح ومنبطل نفهم مع بعض ونسمع لكن وجعنا بيرجع يجمعنا متل كأنه ما بعدنا لا في جرح ولا في بعض ممكن يبعدنا عن بعض لا في جرح ولا في بعض ممكن يبعدنا عن بعض ما في غير الموت ببعدنا تحياتنا الصباحية من وجهة لكل مستمعين راديو تويمي أستراليا اللي عم يرفقونا بخلال هالوقت وعبر شبكة الانترنت تويمي دوت كوم دوت ايو أو عبر صفحة تويمي أستراليا بيسعدنا بخلال هالوقت نستقبل معنا مباشرة على الهوى الخبير السياسي والاقتصادي دكتور نبيل بغنطوس معنا مباشرة على الهوى مساء الخير لك دكتور نبيل وصباح الخير لك من أستراليا صباح النور إليك والمستمعين شكرا دكتور نبيل اليوم وضعت المويزني من بعد عدد من الجلسات يعني ومنقشات كتير حادي ومويزني للحقيقة كانت صعبة بظروفها وبالوضع الاقتصادي المنهار عنا بلبنين فتفسيرك لأله وقديش رح تكون يعني في ما بيتعلق بالنسبة للاختبار الأقصى اللي نحن نطرينه هو قديش رح يرضى صندوق النقد الدولي عن هذه المويزني لطرحة اليوم واللي رح يكون كمين فيه منقش لأله بالمجلس أني يبي بقدر إليك مدام شغلة وحدة أنه دولة الرئيس نجيب مئتي بس خلصة جلسة عطى تصريح بالأثر وتحدث للشعب اللبناني عن الموازنة وبشغلة كتير مهمة كانت إلى ردود فعل لزبديك سلبية أنه طلبة من الجميع أن نتحمل يعني الشعار كان أنه ما ننضحه بدنا نتحمل بعد بعد أكتر من هيك وقال أنه في عنا ثلاث سنين صعبين وضغري يعني سعار اليدي كان لذة فعل بالشارع مش مرحبة أبدا الآن غير أنه الوزراء حتى بعض الوزراء ما كانوا راضية عن الآن وزاراتهم الآن نصرة سريعة على الموازنة كنا نقول أنه هذه الموازنة مبنية على تقديرات من دون معايير علمية للنفقات ولا حتى للواردات يمكن لأول مرة منشوف نحن موازنة ما فيها فرد ضرائب جديدة مش مختلعين ضرائب جديدة أو إلى آخرية من الأخير الزيارات الضريبية بمعنى مثل ما كل مرة بيصير إنما فيه فخ كتير كبير ربط بعض الأمور من خلال مثلا تحديد الرسوم والجبايد بعض الضرائب وربطها بالدولار وسعر الدولار على المنصات المتعددة عندنا بالبلد وهذا كمان سيشكل كثير بشكل بكرة بالتطبيق والتنفيذ نعم إذا من نظر نحن يعني نشوف الضرائب ما في حسبة ضرائب نقدر نقول أنه بتخوف ولا رسوم بس في شكل كتير مهمة إنه مثل ما قالنا إنه عمليات ربطة بسعر الدولار بسعر صرف الليرة اللبنانية لأن أعفاءات كتير بمهمة طالت أصحاب المدخيل المرتفعة وهو نرجع للي قال دولة الرئيس إنه نوجه ندائه للشعب اللبناني للمواطنين وياللي هني بدأوا تحملوا العبء الأكبر من هال الموازنة من الرسوم والضرائب التي تندفع بينما في كتير جهات كتير كبيرة طالت أعفاءات من الضرائب أعفاءات حتى من الغرامات بناتها المصاري وكنت تعفاءات مصاري وكان لدور اقتصادي سلبي من الفترة الأخيرة نعم من خلال الحجر على وضائع المواطنين هلأ الفخة التانية إنه عملية إقرار سلفة الكهرباء تم إقرار سلفة للكهرباء على مدة خمس سنين طويلة الأجل بحدود 5250 مليار ليرة إنما من خارج الموازنة هذا الشغل تم إقراره حتى يتفادوا يمكن نوع من الصدام مع صندوق النقد نعم يعني ما دخلوا نغرب مباشرة بقلب الموازنة بالنسبة للأرقام في عنا مثلا 150 مليار مساعدات للأسر الأكثر حاجة عنا 200 مليار لمعالج التدعيات كورونا في عنا أرقام مثلا 100 مليار ترميم بعض المناطق التي تهدمت أو الضرائب من جراء انفجار بيروت هلأ في أمور مثلا تقسيط الضرائب والرسوم عن العام 2020 في أمور جيدة في أمور سيئة ومن الأمور الجيدة مثلا أعفاء الشركات الناشئة من الضرائب خلال الخمس سنوات المقبلة الشركات المتوسطة والصغيرة شرط شرط أنه يكون 80% أو أكثر من 80% من الموظفين فيها من اللبنانيين هل منعتبر هذه موازنة عادلة طالما مثل ما حدثك ذكرت دكتور نبيل أنه لا تطال يعني ما فيها رسوم ما فيها كتير درائب وكمان فيها كتير من الأعفاءات يعني خاصة لشركات اللي مثل ما حدثك ذكرت يعني شركات الناشئة فهل برأيك هذه موازنة ممكن ترضي الناس وممكن كمان يكون فيه أعصداء إيجابية لألها من خلال يعني كمان اليوم مثل ما سبق ذكرت صندوق الناشئة كيف تتوقع تكون ردة الفعل رح تكون من صندوق النقد الدولي مدام تلورد العبرة بالتنفيذ اليوم الموازنة بالمواد اللي طلعت فيها فيها فخان يعني المادة 109 بتمهد لأنه تمنح وزير المالية الحق استفاق الضرائب بالدولار هاي دي أول مرة هاي تلقلة جديدة عنا بيرودان في عنا المادة 133 كمان بتحدد له سعر تحويل العملات العشنبية يعني عملية الدولار الجمرك الضرائب والرسوم يعني رح تم استفاق بالدولار على أي أساس على أي منصة على أي سعر نعم وبالتالي اليوم فيها أفخاخ وبالتالي كمان بتصور رأي صندوق الناد ما رح يكون راضي كتير بها الشكل طبعا ونحن نتكيل كله اليوم على صندوق النقد الدولي لحتى لبنين يلقى الدعم يعني كيف رح دولة الرئيس أنه تواشحة اللبنانية أنه بدون نتحمل كلنا سوا الآن لدينا أول شغلة أسعار الاتصالات ترتفع تصفي على الدولار لدينا الكهرباء استفاء الرسوم من الكهرباء يصفي بشكل مواسم مع الدولار لدينا تئر أمور نتعود علي أنه يمكن أن يكون أضعاف وأضعاف لما نعرف هلأ هناك أمور نزاع عن أنه مثلا ضرائع بالأملاك المرمية بدأ تزيد 40% في سلة بس بالله مثلا بعض مثلا جواز السفر نلغى على سنة صار متلوك بس على خمس سنين ونعمل سعره مليون ليرة نعم في عنا مثلا نحن بحاجة للدولار الدولي بحاجة تدخل دولار الفراش مثلا أقرم رسوم مغادرة من المطار بحدود 35 دولار على كل مواطن يريد أن يغادر الأراضي اللبنانية بالدرجة بالدرجة العادية السياحية توصل للمية دولار لدرجة رجال الأعمال يعني هون ما ما صير ما ما صير ملف الكهرباء اللي هو دايما عم يكون ملف سيخ جدا وليه ترحل اليوم ملف الكهرباء اللي كمان كان له ردود فعل من قبل التيار الوطني الحر المستئ جدا من هذا القرار ما يكون مطروح يعني بالموازن أيضا ما دام هو مش بمعنى ترحل هو بمعنى أنه قرر بمجرس الوزراء مبلغ 5252 مليار لليل على الكهرباء بس بمبرغات إطار الموازن ومقصتين على خمس سنين نعم بشكل أنه قصة المعامل بناء المعامل الجديدة قصة ضبط الهدر رفع سعر مبيع كيلولوات الكهرباء يعني جملة معطقات بدأت توفر كل سوا وهي ترى هل في سؤال هل يمكن نضبط نحن كدعودة لبنانية ما يصير فيها الهدر بالكهرباء صحيح على كل دكتور نبيل يعني كمان ملف الانتخابات النيابية اللي بلشت يعني كمان اليوم الحملية الانتخابية على شدة فشو تعليقك يعني كمان على التحضيرات للانتخابات تأجلها سنة أو سنتين فإذا المطلوب اليوم نحن 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 يتحرك على الأرض في عنا المعارضة بس في تشتت المنظومة المنظومة المولودة بالحكم هلا أكيد اليوم الخطوة الأقدم عليها الرئيس سعد الحريري خلطت لورا وكمان يمكن حدا يلحق يعني يحكى مثلا نحن الوزير السابق جبران باسير يمكن كمان يقر لا يأخذ شخصيا الانتخابات يمكن التعب الوزير وليل جمبلات كمان هو على شرب في عنده ابنه في معطيات بتتغير من هذا الوقت ما هي المعطيات التي تبين لك دكتور نبيل أنه النائب جبران باسير والوزير جبران باسير لن يأخذ الانتخابات أهم الشغل نحن بيين أنه اليوم كون أنه الرئيس سعد الحريري ما رح يترشح ولا تغير باستقبار رح يتخل بالانتخابات اليوم فالحلف اللي كان موجود بيناتهم بالبترون والأصوات اللي تجيرت للوزير باسير بوقت 2018 بطلت موجودة هلأ وهي دي كتير مهمة نعم على كلين يعني من هون لوقت الانتخابات اللي منتمنى تشكل هيكي مشهد تغييري نحن بحاجة لألو كمان برجع يعني ملف كتير سيخي ما بارف إلى أي مدى يعني كمان فينا نطرق لألو هيك بشكل كبير بلكن بالأيام اللي جاي دكتور نبيل بس هيكي باخد هيكي لمحة منك حول ملف ترسيم الحدود اللي كمان هو ملف اليوم مطروع على الطاول كيف بتشوف يعني الموفد الأمريكي اللي هو طبعا كان بزيارة للبنين لأنه هيكي ساعة أزواء نوعا ما إيجابية بالاجتماعات والمباحثات الأخيرة صحيح 100% مدعمت اليوم هلأ بالساعات الأخيرة فيه توقعات إيجابية بتقول أنه خلال أسبوع وماكسموم شهرين مفروض يكون الموضوع الترسيم الحدود البحرية انتهى هلأ أو يتوقف الموضوع لو مدد سبعة شهر نحن مفروض نرجع نمشي مثل ملازم خلال مساعدنا بأدموع الأمريكان بين الفريقان بيننا وبان الإسرائيلية اليوم في مطالبة بتعرف نحن آخر فترة زهرت أنه نطالب 1400 كم مربع على المنطقة الاقتصادية الخاصة في لبنان إنما رئيس الجمهوري موقع بعد المرسوم بعد العملية أخذوا عطا بينما بس المهم أنه مفروض يقعدوا الطاولة يقدموا التسليلات الفريقان بالتعامل مع الوسيط الأمريكي حتى أنه الوناطق التي لا تنوع من التنازع يبلش فيها التنقيب عمليات الحفر عمليات البحث ولو كان بعد ما خلصوا وضع الخرائط النهائية يعني مش مفروض تظل الأمور تتأخر أكتر من هك لس يبدو أنه فيه مسار إيجابي يعني هل قرأت بموقف سيد حسن نصر الله الأخير من خلال المقابلة اللي كانت أجريت معه أنه المقاومة لا تتدخل بمسألة ترسيم الحدود البحرية هل فيه أبعاد لهذا الموقف يعني بيتركوا للدولة اللبنانية هذا شأن الدولة اللبنانية هل لهذا الموقف يا سيد حسن نصر الله أبعاد معينة لا لا ما في ما في ما في إلعى خلفية من الأساس من أول ما بلشت هذه المفاوضات الحزب لا يتدخل بشكل مباشر اليوم حتى من نسمع نحنا سماحت الأمين العام للحزب بيقول أنه حتى المفاوضات بتعلى بمزارع شبعة خلي الدولة تقبل القرار اللي بدها تاخدوه نحنا ملتزمين فيه يعني عم بيقوله صراحة الدولة شو بتقول وين حدودنا هاي دي 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 حين نحنا منتزمين الدفاع عنا نعم على كل ما بدي أشكرك الخبير السياسي والاقتصادي دكتور نبيل بوغانتوس على هذا اللقاء وعلى أمل يكوننا على اللقاءات لاحقة يكون في على الأقل يعني كمان أخبار طيب بمبلدنا الحبيب لبنان وإن شاء الله يكون في أجواء إيجابية بالمرحلة المقبلة يعطيك ألف عافي وأمسيتك سعيد دكتور نبيل بوغانتوس كن معنا مباشرة عبر هوا راديو تائمي أستراليا وعبر صفحة الفيسبوك رح نروح لبريك ومن بعد مباشرة رح نكون نحن وياكم مع جولتنا كمان الإخبارية على تمام الساعة عشرة مع زميل عصام خليل وعجولة أخبار من منتكار دولية ولك رح توقف بي خلال هالوقت عند استيراحة من بعد رح يكون عنا مسابقة تل ميسري ساود انتورونا